بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة في المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي وكاتاكيتي اللي في سنة ربعة النهاردة درس موطني في اللغة العربية عندكم درس جميل جدا وخفيف وسهل وبسيط يلا كلنا نسمع دلوقتي بيقولك ايه قد منح الله مصر موقعا جغرافيا استراتيجيا يعني ايه يا سكر موقعا جغرافيا استراتيجيا يعني موقع مهم جدا ومتميز جدا جدا لمصر عن باقي الدول جعلها استراحة متميزة للطيور المهاجرة الله يعني ايه الطيور المهاجرة يعني الطيور ده العصفير والحمام والطيور الكبيرة والصغيرة اللي بتهاجر من بلدها وبتروح بلد تانية دي الطيور المهاجرة حلو جدا تلك الطيور التي تهرب من برد الشتاء في أوروبا وتأتي إلى مصر مرتين سنويا يعني الطيور المهاجرة دي بتهرب من أوروبا ليه دي بلدها؟ يا بتهرب من أوروبا بلدها بس بتهرب ليه؟ علشان برد الشتاء هناك قاسي جدا على الطيور وبتأتي إلى مصر كم مرة في السنة؟ مرتين سنويا مرة في الربيع والمرة التانية في الخريف وهو ما جعل أرض المحروسة؟ يعني إيه أرض المحروسة؟ المحروسة يعني المحفوظة تمام؟ أحد المصرات الرئيسية لها طبعا هتقولولي يا كاتاكيتي إيه هي المصرات يا سكر؟ هقول لكم المصرات يعني خطوط السير يعني الخط اللي بتهاجر فيه التيور يعني اللي بتسافر فيه من بلدها لبلد تانية فيه سؤال كده جميل وبسيط جدا جدا يا سكر يلا قولنا عليه بسرعة ونشوفو حبيبي الشتار حيعرفوه بسرعة جدا ما الذي جعل مصر استراحة متميزة للتيور المهاجرة؟ طبعا الإجابة عندكم منح الله مصر موقعا كخرافيا استراتيجيا جعلها استراحة متميزة للتيور المهاجرة ليه؟ لأن التيور بتهرب من برد الشتاء في أوروبا وتأتي إلى مصر مرتين سنويا لأن جو مصر معتدل ومريح جدا جدا للتيور المهاجرة ننتقل بقى للجزء التاني في الكتاب أو الفقرة اللي بعد كده بيقول لك تتميز الأراضي المصرية ببيئة صالحة لحياة الطيور يعني الأراضي المصرية اللي هي الأراضي اللي جو مصر بتبقى البيئة بتاعتها صالحة لحياة الطيور البيئة اللي هي ايه؟ يعني زي الجو اللي حوالين الطيور الأرض والجو حواليهم شمس أو حر أو برد أو شتاء تسميها بيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة ولذا فهناك أربعة وثلاثون موقعا تضم البيئات الأساسية هناك أربعة وثلاثين موقعا تضم البيئات الأساسية يعني إيه سكر البيئات الأساسية؟ يعني أنا قلت لكم البيئة اللي هي الجو الذي يعيش فيه أو يحيط به الطير المهاجر من بلده يدخل إلى مصر ويعيش فيها ففي الأراضي الردبة والجبال شاهقة الارتفاع الله يعني إيه شاهقة الارتفاع؟ استني استني شاهقة الارتفاع معناها عالية جدا ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية حلو جدا والسؤال الحلو الجميل ده بما تتميز الأراضي المصرية تتميز الأراضي المصرية ببيئة صالحة لحياة الطيور وتضم أربعة وثلاثون موقعا يضم البيئات الأساسية والسؤال الثاني عندنا ما الخريطة التي تتبعها الطيور كل عام؟ أصحابي الحلوين عارفين جدا جدا الإجابة الخريطة التي تتبعها تلك الطيور كل عام هي تأتي من أوروبا إلى شرق أسيا مرورا بالبحر الأحمر في مصر فمسار تلك الهجرة يعد من أضخم المصرات في العالم ما هي أنواع الطيور المهاجرة؟ السكور والنصور والبجع واللقالب؟ وفي فصل الخريف يمكن مشاهدة تلك الأعداد الكبيرة بجنوب سيناء وبالأخص بمنطقة محمية رأس محمد يعني في فصل الخريف بنشوف التيور دي كتير جدا جدا فين في جنوب سيناء؟ وفين بالأخص في منطقة محمية رأس محمد؟ حيث تعد منطقة المنطقة راحة وغزاء على مصار الهجرة بتهاجر الطيور شمالا وجنوبا لكنها في النهاية تعود لموطنها الأصلي فلو لم يكن الوطن غاليا لما سمي الوطن الأم فالوطن كالأم الحنون التي تحدد أطفالها وتمنحهم الشعور بالأمان والسكينة ومهما سافر الإنسان ودار من بلدان إلى أخرى حول العالم فلن يجد أحن من حضن ودفء وطنه عايزين نفهم الكلام كده واحدة واحدة يعني إيه بتهاجر الطيور شمالا وجنوبا؟ يعني بتطير في الشمال وفي الجنوب وفي كل حت لكنها في النهاية بترجع لموطنها الأصلي أو لبلدها الأصلية لأن الوطن غالي على كل إنسان وكل تير الوطن بيشبهو باسم الأم يعني الوطن الأم هنا في موضوعنا موضوع الحلو الجميل ده مشبه الوطن بإيه يا حبيبي؟ الوطن الأم فالوطن كالأم الحنون التي تحتضن أطفالها وتمنحهم الشعور بالأمان وطبعا مهما الإنسان سافر في بلدان كتير جدا جدا حول العالم لابد أن يرجع لوطنه دلوقتي بقى حنشوف المعاني بتاعتنا منحة أعطى ووهب موقع مكان استراتيجيا مهما المهاجرة التي تترك وطنها المحروسة يعني المحفوزة المصرات خطوط السير تتميز تنفرد تضم تحتوي شاهقة مرتفعة مرتفعة عالية تتبعها تسير على هدبها يعني إيه هدبها؟ يعني تسير في نفس المصور بالأخص خاصة أو خصوصا تحتضن تضم دار يعني انتقلة وممكن دار تيجي بيت كلمة دار ممكن تيجي بمعنى بيت على حسب الجملة لكن لو جت هنا في موضوعنا الكراءة الحلو الجميل ده بمعنى دارة يعني انتقل من بلد إلى أخرى هنا بقى جايين على الكلمة ومضادة يعني إيه يا سكر؟ يعني الكلمة وعكسها منحة طبعا إحنا عارفين أن معناها أعطى ووهب لكن لما يكون عكسها يبقى أخزة أو سلبة منحة مضادها أخزة أو سلبة الردبة عكسها اليابسة شاهقة عكسها منخفضة البحرية عكسها البرية راحة عكسها تعب النهاية عكسها البداية غاليا عكسها رخيصا الحنون القاسية السكينة القلق هنا بقى بننتقل للمفرد والجمع المفرد والجمع مفرد يعني حاجة واحدة والجمع يعني لما تبقى حاجات كتير نفس الكلمة بس بنجمعها هنشوف إزاي دلوقتي زي كلمة موقع مواقع جمعها مواقع كلمة الشتاء جمعها الأشتية كلمة حياة جمعها حيوات حيوات كلمة الخريطة جمعها الخرائط الخرائط كلمة العالم العالم جمعها إيه؟ العوالم العوالم جمع عالم عوالم تمام كلمة منطقة جمعها مناطق 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 كتير جميل كلمة البحر البحر دي ممكن يبقى ليها تلت تلت كلمات جمع البحور البحار الأبحر تمام عندنا كلمة موطن مواطن مواطن الوطن الأوطان الوطن الأوطان الإنسان الإناسي الإناسي عندنا هنا بقى الكلمة الجمع ومفردها يعني هي أصلا جمع وإحنا عايزين المفرد بتاعها هي كتير وإحنا عايزين واحدة بس من الكلمة تمام يعني كلمة المصرات طبعا دي جمع فردها إيه؟ أو مفردها إيه؟ المصار وديان وادن وديان وادن تنوين بالقصر وديان الجمع والمفرد بتاعها وادن تنوين بالقصر الجزر الجزيرة السكور السكر النسور النصر البجع البجعة اللقالك اللقلق متى تهاجر التيور إلى مصر؟ حبيب الحلوين بسرعة بسرعة صح صح معايا في فصلي الربيع والخريف فصلي علشان هم اتنين الربيع والخريف ما سبب هجرة التيور من موطنها؟ برودة الجو في الشتاء حلو جدا لماذا تهاجر التيور إلى مصر؟ لأن بها بيئات صالحة لحياة التيور المهاجرة احنا اتفقنا ان مصر فيها الكلام ده بيئات صالحة لحياة التيور المهاجرة حلو جدا كم موقعا في مصر يضم البيئات الأساسية للتيور؟ ايوة حبيبي الحلوين كانوا فاكرين معايا في أول الصفحة 34 موقعا تمام اذكر الأمثلة للبيئات الأساسية للتيور في مصر الأراضي الردبة الجبال الشاهقة الارتفاع وديان السحراء المسطحات الشاطئية الجزر البحرية هنا بيقولك مصار هجرة التيور من أوروبا إلى مصر من أضخم المصرات بالعالم وضح ذلك أنا أقولك الإجابة حيث أن التيور المهاجرة تأتي من أوروبا إلى شرق أسيا مرورا بالبحر الأحمر في مصر اذكر بعض أنواع التيور المهاجرة السكور والنسور والبجع واللقالك هات أمثلة لأماكن ترى فيها الطيور المهاجرة بأعداد كبيرة طبعا إحنا شفنا قبل كده في الدرس في المكان اسمه محمية رأس محمد أين تذهب الطيور بعد هجرتها؟ طبعا الطيور بعد هجرتها تعود إلى موطنها الأصلي